برومو سبور نلعب نربح والربح بلادي مع برومو سبور ديمة ربح ماذي ثلاثة ودرجين مرحبا بيكم في الساعة الأولى من ديمة سبور بحضور ذيوف الكرام على يميني عربي سنقري مرحبا بيك مرحبا بيك سي صحبي ومرحبا بكل مستمع راديو ميد ومرحبا بفوز يستغير سيمون جي مرحبا بيك مرحبا بيك خوية صحبي مرحبا بمستمع راديو ميد ومرحبا بخوية صالح تعطوني باس مناهي سي صالح تبدي مرحبا بيك وبيك صاحبي مرحبا بالحضور ومرحبا بني يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا فوزي صغير مرحبا يا عايشك صاحبي مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا كيف تلوخيين كل سي العربي سي المنجي سي صالح تلوخيين كل الاحسن وطهر تحية للطهر بن شعبان بالاحسن الفرشيشي وصومية في تأمين هذا البث المباشر وتحية لكل زملاء في راديو مات نبدأ وكيف العادة بتكويرة خفيفة تكويرة خفيفة تكويرة خفيفة تفضل في صالح البداية معك صاحبي في الأخير الأسبوع هذي دارت دربي جدة دربي جدة المشهور من قبل دربي جدة من الاتحاد والأهلي وعراقة كبيرة وتاريخ كبير ومباريات كبيرة تصير بيناتهم أكبر حتى من الاتحاد والهلال والدربي كبير الحاجة اللي خليتني نحكي على دربي جدة هو القيمة الفنية متاع الدربي هذي بصراحة شفنا الإضافة متاع الملعبية اللي جاوا ودخلوا للبطولة السعودية عندهم حق يقول لك ناخدوا ملعبية ملعبية ذو ما جاوش بشي حوسوا ما جاوش بشي كملوا فان كاريير متاعهم ليه قاعدين يعطيوا فيها عطاء غزير وغذير جداً كي ترى رياض محرز وعمل المباراة خارق العادة ترى كريم بن زيماء فرمينو روبينو معتا بصراحة كيسي اللي سجل الهدف الوحيد في المباراة اللي كان يلعب في الميلان وكان ملعب بأساسي في المنتخب الإفواري ملعبية كبار ملعبية بأساميم ملعبية قاعدين يقدموا في الإضافة وقاعدين يرفعوا في مستوى وقيمة بطولة السعودية وهذا اللي حاستهم به الشقاء السعوديين هو بشي يرفعوا البطولة متاحهم قيمة البطولة متاحهم فنياً تدابور من حيث الحضور الجماهيري الملعب كان ملآن وهذا اهم نقطة قاعدين يسجدوا فيها الملعب السعودية قاعدت تسجل في أرقام قياسية بالنسبة للحضور الجماهيري وهنا نشوفه التفكير السليم والستراتيجية اللي حاطتها المسؤولين والهيكل اللي يسير في كورة القدم ولا في الرياضة في السعودية لأنه فيما هيكل يسير الرياضة في السعودية ويشرف على كل النوادي حتى النوادي اللي مهيش متعودة بالبوديوم كما الفيحاء وابها البارة عملت ما تشنونه معاه نشوفه النفو طلع حتى الجماعيات المتوسطة النفو متاحها طلع وده اهم حاجة مش يرجع بالفايدة بالتأكيد على كورة القدم السعودية وعلى المنتخب السعودي اللي قاعد يحضر في روحه بطولة الآسية للأمم بطولة الآسية للأمم بطولة الآسية للأمم وصلنا لدرجة عيب اللي قاعد صاير هيلال الشابة كانت تلعب المقابلة متاحها نهار لحد الرابطة عينت هيلها في يوصل الأسبوع نهار السبت قالوا لهم مش مشكلة قانون يسمحي لهم قبل بثمانية روحين ساعة لكن الإجازات هيلال الشابة اليوم عندهم عشرة ملاعبية ماخذينهم يعني تقريبا قالوا لهم يحضروا نهار الجامعة تاخذهم ونهار السبت هما يلعبوا في جربة الشهيلال الشابة من نهار الثلاث قالوا لهم يحضروا نهار الجامعة لما تنجمش تحضروا نهار للبع مش مش مسؤول من هيلال الشابة للجامعة تنسية كل القدم موز معها على المنفذ لأنهم مجمرين مساكن يعني السيد الكاتب العام سيواجدي العوادي مخلا ما سمحهم وحبوا حتى يعتديوا على السيد المسؤول هيلال الشابة غادي موركو موجودين برشا مسؤولين جمعية جيوا ياخذوا لجهازات متاحهم هذي رئيس هاجب العيون عنطر زمانه تسمع فيا السيد يعني يتهدد ويضرق واعتداب العنف على هيلال الشابة ما هو وش لزهو مش يضرب الرجل شدخلك انت هو الجامعة يوري في روحك شو انه صنع يعني يولينا باندية يعني رئيس جمعية هدد ماذا داخلك هذي جزيتكو برا مش يشد بلاستكو ماذا داخلك يعني يسمع فيه في الكلام ويسيب في الناس ماذا هالفوضى هذية هنا نقول صاحبي راه اللي صاير طوى في الجامعة خاصة من الكاتب العام للجامعة وجدي العوادي هو فوضى عارمة وبش يهلك وبش يهز المكتب الجامعة ذي في الهاوية بالشي اللي قاعد يعمل فيه وجدي العوادي صدقني طوى ما عش نحكيو على المكتب السيدة ذي خطر على الكورة يعمل فيه حاجات فوق القيمة ولذا ماذا بينا المكتب الجامعي ورئيس الجامعة ويسمع فينا راهو اذا كان عندها في بالك ولا وصلولك بالكلمة ذي راهو عيب اللي قاعد صاير عربي اول مرة مانشات فكش الرائي تتصور صدق الجامعة في بالو بش اي تتصور وجدي العوادي يعمل حاجة مغير ما ياخو الكارت بلونش ما عند رئيس جامعة لا سمح هوا ليش قتلك هكاية سي سي صحبي لانو توا سمحني السيدة ذي رئيس الجامعة رئيس الجامعية بتاع حاجب العيون يعني وديع خالوذر بالنيس لا مانتصورش فما ناس اي صحيت فلا يعني فما ناس قاعدة في بالها كي تعمل هكاية خدمة لرئيس الجامعة والمكتب الجامع لا خداوهم بارح اخر وقت خداولي جازات اي البيرة البيرة واخذوهم بعد مماطلة كبيرة ولقاوهم في البيرو دوردر برا هز متاعك برا هز متاعك وسيدة خليني يقول انت حديث الموضوع عندنا تصريح حسري مش تعرفوا ماذا يفعل السيد الكاتب العام ليتوه عندنا تسجيل صوتي حسري عاديه نهار اثنين في برنامج ملعب النجوم بتشوفوا السيد الكاتب العام شنو قاعد يعمل شنو المصطلحات شنو السيد رئيس جمعية حجب العيون رانا ما ندخلوه جمعية حجب العيون نكونوا لها كل احترام والتقدير ونضربو عليها وندفو عليها اما كشخص رئيس جمعية اللي حاب يعمل بوديغارد متاع السيد الكاتب العام للجامعة نقولولو عيب مجيش هالي تصرفات مانيش بس نحكي برشة في الموضوع عندي ما نسمع العباد بتشوفوا غرايب والعجيب نحكيه ونحكيه ونحكيه فارغ ولاو يضربو في الناس يا عربي يا عربي الحادثة اختيرة لانو الموضوع متاع الشابة توت كلاسة الشابة الميرجوه الشابة الميرجوه الديفزيون كاتب ما بتعليش قتلك هنا بسمعه 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 نحن في السوق ماش فيسميه ماش في السوق معناتها بشي يقذي قضيته ماش في العوادي حقروه لينو اللي يسمبوا يعايد في الريسيبسيو بشي يوصل صوت و بشي يعطي ورقة بسمعه 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 فما ربي الفوق فما المولى سبحانه ويرجع حقوق الناس ياما تتغاو وياما تتعصفوا وياما تظلموا وياما تحبتوا بلغات في نصف الليل وتبدلوا نوع اخر العشر متاع الصباح ووجه العواد ياما قوانين فصول يسلت فصل ويعدي فصل اخر بايش ما يتعقبش فلان وإلا بايش يعاقب الما يحبوش ايجا نقول لكم حاجة بركة هذه المنظومة الفاسدة عملت التحب بجاه ربي كملوا وعملوا التحب تردون احنا من البلاد هذية هزون احنا الحبس كالزم ركم انتوما نظاف انتوما الصحاح احنا غلطين احنا منفهموش فالكورة انتوما تعرفو تسيروا انتوما نجحين انتوما حافظتوا على المال العام انتوما ركم خمسة وخميس عليكم انتوما المدينة الفاضلة اخر حلقة صحبي بكار وعربي سنقري وصالح الثيبتي ومنجوب إبراهيم وفوزي صغير وبقية الجوقة بش وسامي العكريمي وجماع ومكرم اللقيم بش نظهروا احنا في قفص الاتيام احنا اجرمنا في حكورة قدمة التونسية احنا باعنا واحنا شرينا واحنا عملنا عقود مضروبة واحنا ربحنا فلان وخسرنا فلان وطلعنا فلان وهبطنا فلان حاجة بركة نقول هيك امرأ وربي الفوق انتوما عملوا تحبوا وربي سبحانه وطوي عملاللي حب سالح تفضل سو صحبي الوضعيات هذوما مدى ويدى كان بتبدى ما اعمل لي حتى جماعة الشابة سمحني فيه انا اعمل منها قضية بنعمل منها قضية واعتما عاملو قضية لا 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 مش قضية بشي ارفع قذية ليه مش قضية مش نعملش كياة لا 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 ما نلعبش ما نلعبش ما تحب لي ما نلعبش أنا ما نلعبش ونعملي ونعملي كفذية علي نقلل في الدنيا وال irgendwie العال تسمع بيهم على الخمسة ونصف يزويوا جماعة الشابة يزويوا طاعد مكرنوا الملش يزويوا ملحة كملة حطول يقول دياسي سالح نجي متعارك معاك فما 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 شوية واحد يزمن كنود البليت راو مش معخور راو ياسي سالح متعاركت معاك فيت الحكاية وفيت طاحت طاحت قدت وانتي ماشي تتخفص في الناس وعطيهم باك عطيتهم النهار جماعة يوم اخذيهم ومشيهم هايون باع شون المجد اللي تعم في الحكاية الروحة والسيدة ذي راو الكاتب العام مش هو المرة يعملها راو مش هو المرة راو رجلة ذي يحجب فلوس الجامعة ليه سايب علينا السالح من الحديث مهوش وحده يا عربي يستحيل كنيان الوحد حديث راوي خليني سيكترك لا مش سامحني متقوليش مش وحده خناف موفوس كما قلت لك سي الساحبي وسيل العربي ما نتوقعش انا كان الكاتب العام مش يتصرف واحده علم يكون معناه عنده اسكول معناه تعليمات يش يتطبق يسترتوه على هلال الشابة اللي هي ماكتعرف ما بينه هي وديع الجهري هو اللي يخلى معناه يتصرف مع هلال الشابة بالتريقة ذيك بينما كان جيت وحده وما كلمه حده كل شي يخاف يقول فك علي يا رئيس الجامعة ماكتعلي حد شي يكون باحتيارام اما هو ثمة يكون يقالوا فازي يجيو كذوق وما نفع هو كل كلمه هو اللي يعمل في الإجازات هو سيموح اللي عنده إجازات طرار طبعا اللاعبين المحترفين سيفا انا كن محمد صالح هو عطلهم قلوا رو عيب عليك عيب عليك وعيب عليك كبير لو كان فما أوامر اقوى من سيموحامد صالح اما نقال الحاجة المشكلة الوحيد رو سي وجدي العوالي كذب عام فما حاجاتي عم فهم في الرسول اكتب الجامعي خي قولي خي سيموحامد صالح هذية مش هولي داخل في الحكاية الحارس ها اسمعني اذا دخل المرها رو داخل ما فهمتنيش يعني ربما ربما كيشكوا بيه ربما عطلهم ربما لا الله وعلم انا نعرف الرجل نعرفه مريق ربما اجدوش عوامر حاجة مريق قل لك حاجة اللي يدخل لك البلاسة دي كما عش مريقل وصارت خاصة تنفلوك بالعقرة خاطر شو اللي يحب يطبق القانون ويعطي حق الناس روي نجم يعملها ورأسه الفوق ولا انا شو انا بني اسمعني انا بيني وبينك حكاية والحكاية كلاسيات ولا فهم ايش في القضاء انا نلعب في الكورة ما نحبوش بعضنا ما نكلموش بعضنا اما ثم قانون ربطنا نمشيو بالقانون عندي الحق في هذي عندك الحق في هذي لو كان الشابة كانت غالطة وعملت حاجة احنا اول واحد مش يكون ضد الشابة انا شو اقولك حاجة سيسالة سبب خراب الكورة في تونس طوى هي عاركتو هم هو بايش يعني نلعبو سبعة وسبعة في جروة هلال الشابة عمناو لعبنا سبعة وسبعة في جروة هلال الشابة بالحكام اللي موجود واللي قبلها والبيراميد الكل تبدل غدوة فما باراجات يلعبوا غدوة فما باراجات يلعبوا فما شميع مش تطلع فما شميع مش تطلع تصور عام وفاء عنده طوع عام يلعبوا العام اللي فات باراجات غدوة تقل في الاستيام بها . مح labi لاء حما حدوة في السيا mais مهما يقش للاعب cliff كمهاز تتطلع وفي الاربطات الجيهوية تعريب اتطلع تلك petty ثانو تأخذ في لاسال ولائ Kontro مع البطولات عن القسام اللي هو سي امين موغو السيدة ذي نعاودها سيذكره التاريخ وكارثة على الكورة لأنه السيد والله ما يعرف حتى الكورة بيش منفوخة وقدش فيها هو وما يعرش كورة لحظة لحظة بشنقاتك توقوا قدام لتليفزيون تفرجوا في مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي صراحة ضربة جزائل لطولة لا لا تكفرون ضربة جزائل اللي طولة لا اعتمو خالف رصة تونيزية حانشو فترة لكن تذربة جزائل اعتمو خالف الملعب التونسي حاسم مريد سيسمو ذاك حاسم مريد تلكلوب حاسم مريد تلكلوب حاسم مريد تلكلوب قالهم لا لا رايكو فرو لا انا ما اعطاهش ذربة جزائل عربي تفضل الوصل مش الوصل حاسم مريد حاسم مريد حاسم مريد حاسم مريد لا تقوم ليس قايمة كنا نحكيه كنا نحكيه مشاهد ضربة جزائل ومبعد بد القرار حاسم مريد واضح واضح مدام نحكيه وعلى هلال الشابة والمظالم المتواصف على هذا النادي نذكر نهار 13 اكتوبر كل الاطراف المتدخلة في قضية هلال الشابة حتى طوينوا قضية الحارس علي القلعي سيمثلون امام السيد قضية تحقيق نهار 13 اكتوبر سيمثلون كل الاطراف المتدخلة في هذه القضية امام السيد قاضي التحقيق وبالمناسبة قاضي غاهلال الشابة وقفت القضية في التاس التوفى للحكام الجزائية مع القضاء التونسي العادل ومبعد للحديث المرقية مع التاس خلينا نمشيه طوى نحكيه شوية على مباراة سيمونجي بن براهيم تفضلي سامح لي سيمونجي لا ميسالش والله خرجنا عربي ميسالش والله شي اسف انا كنا اسمع اشياء كيف نهك اقول مسكينة الرياضة تسمع في مبلكش عايش معانا تسمع بتسمعت وشوف توريت شديد في الكمشة نزلت نسمع من اشياء كيف نهك الي انا اليوم تحكي على التكنولوجيا متعتوى معانا تشوف في اوروبا فماش حتى فريق يمشي دي بلاسمان الجامعة وكل شي يجيه بريميل معانا الى كاليفيكاسيون وبالرابيد بوست يجيوك الليسانس اليوم عاملين علينا مزيه هذي حاجة انا كنت تتفكر يا صاحبي اللي انا نعرف الكنسيقانس من بعد كنت تتفكر في البلاتو وقتا سي توفيق تحييليه ممكن اقبلهاش مني انا قلت وقتا في مصلحتي للشابة انا سي توفيق في مكانك نقدم استخالتي اللي انا نعرف شنو اللي ممنوع من الانتدابات ثم ناس سكان الشابة ما عاشي نجمو يخرجو يعرضك راجل تباركالا تشوفي قولي انا مخايف على امي معناها مراهة كبيرة ويعلم بها رب شنو اللي نجم يسيري لها وشوفوا اليوم كتشوفي للشابة باللورجنزاصي متاحة فيس بريزيدان سي صبر بعطي سيد الوزير معناها يوريك اللي كل شي معناها ماشاء الله ما نعملو لهم شن تدابات وشن طايحهم وبعد نحكم عليهم ثلاثة مباريات يرعبوا في مكان اخر وبعد جي اشياء كي هناك يوقت اللي هي الكلها باللوجيسيال البنتويت هذه جسكا كي نشوفوا احنا رواندا وين وصلت بعض من اللي صار يعلم ربي في البلاد هذه نشوفوا كولومبيا جنوري صار حطوا كل موتور دون تابل ساسيو في وين ماشين اليوم راو هذه الحاجات هذه ربش تمس البلاد سيدو ماش ونشوفوا نزيد الناس معادلة لأول مرة نمش نحكي على ملعب سوسا ونشوف الأشياء اللي خادها سايرة اليوم الحمدول الله ربي تراجي مجمرة الساحة لفرد جروب نشوف طوال مباراة ومش تتير مباراة الرتور نقول اللي راو سي دماج موجود ذاك علشان قولوا دي مرة ونحاولوا نخدموا بلاد نيني مصلحة البلاد خوزي عندك سحاجة نخوزي الدخل الماريس عفو دخل بشي